إذ حذر مدير المركز القومي الأمريكي لمكافحة الإرهاب من أن الهزائم التي مني بها تنظيم داعش في العراق وفي سوريا لم تحد من التهديد العالمي الذي يشكله التنظيم ويأتي ذلك في الوقت الذي يؤكد فيه الخبراء أن داعش يكثف جهوده الدعائية في محاولة لتوجيه المزيد من الهجمات في الغرب التقرير التالي والتفاصيل قبل ما يقارب الخمسة أعوام بزغت ما تعرف بأحلام الدولة الكبرى في العراق والشام حينها عكف تنظيم داعش على إرساء دعائم سطوته على البشر والحجر ووسع النطاق الجغرافي لعملياته العسكرية بهدف احتلال أكبر مساحة ممكنة من البلدين مرت الأيام وبددت الأحلام وفاض مشروع الخلافة المزعومة بالوهم وخيبة الأمل التنظيم الذي شغل العالم طيلة السنوات الماضية وشكل تهديداً حقيقياً للسلم يبدو أنه آيل للسقوط سلسلة الهزائم المتتالية لداعش وفقدانه كثيراً من المدن الاستراتيجية في سوريا والعراق أفقدته توازنه ووضعته في دائرة السياق التراجعي ثم تم يتوقع أنها بداية النهاية خصوصاً مع شح الخيارات المتاحة لأفراد التنظيم على البقاء والبعض الآخر ما يزال يعتقد أن خطر التنظيم لم يتلاشى حتى الآن وبين هذا وذاك تطرح تساؤلات حول مستقبل التنظيم وحتمية هزيمته ومدى قدرة خلاياه النائمة على تنفيذ هجمات إرهابية في شتى البقاع مدير المركز القومي الأمريكي لمكافحة الإرهاب أكد أن الهزائم التي مني بها تنظيم داعش في العراق وسوريا لم تحد من التهديد العالمي الذي يشكله التنظيم حيث من المتوقع أن يتحول بعد خسارته لمواقعه على الأرض في ساحات القتال إلى حركة سرية ستستمر في شن اعتداءات حول العالم كما أشار أيضاً إلى أن قدرة التنظيم على الوصول عالمياً بقيت في معظمها على حالها ما يعني أن هزيمة داعش في العراق وسوريا لم تحد بتاتاً من خطورته معلومات استخباراتية أمريكية تقول إن التنظيم يجند أتباعاً له حول العالم وسيستمر بذلك وهو مستعد لشان هجمات مشيرة إلى أن خبراء في مجال الإرهاب توقعوا أن يعود إلى الشكل الذي كان عليه في البداية كتنظيم القاعدة في العراق بين عامي 2004 و2008 لا شك أن وجود داعش في العراق وسوريا تصدع إثر ضربات قاسية متتالية لكن خلاياه النائمة غدت كابوساً مزعجاً دفع عديد من الدول إلى دق نقوس الخطر ما ينظر باقتراب معركة جديدة أشد وقعاً من سابقتها